السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو من الله الجميع يكون بخير إن شاء الله النهاردة طبعا إن شاء الله بنكمل بقية تحري ظهور الشمس لليلة 30 رمضان وكل سنة وانتوا طيبين انتهى رمضان على خير إن شاء الله النهاردة ربنا نقبل منا جميعا طبعا النهاردة احنا بنكمل بقية الشهر انتوا عارفين لان بنقول ان فيه اختلاف بيننا وبين بعض الدول يعني الله أعلم أكيد العيد سيكون مختلف احنا بنتمنى العيد بكرة إن شاء الله لكن ممكن يكون في بعض الدول العيد يوم الاثنين النهاردة زي ما انتوا شايفين الجو برضو مغيم وجو شتوي بامتياز للأسف الشمس المخروض إن هي دلوقتي في الشروق يعني ارتفعت شوية لكن الغيوم مغطية للشمس خلص الجو فيه برضو يعني شوية هوا كده بسيط وجو سائع شوية امبارح يعني ناس كدت بتقول إن امبارح هي ليلة القدر وبرضو نفس الغلطة ونفس المشكلة اللي الناس كتير بتقع فيها أو يمكن زي ما بنقول عشان خطر هم يعني أقاموا الليل أو اجتهدوا كده يعني فأكدوا وقالوا إن طالما يوم صبيحتها هتكون يوم الجمعة فخلص يبقى دي ليلة القدر لأسف برضو شفت بعض فيديوهات كتيرة قوي وناس بتصور على مصطح مائي وناس بتصور في أماكن كويسة الغريب إن هي ما طالع لها الشعاع لوقت كبير لكن زي ما احنا صورنا مع بعض ده كمان أنا كنت شايف بالعين المجردة أكتر إن بارح اليوم الأقوى يوم في رمضان كله تقريبا يعني اللي كان فيه شعاع إن بارح عارفين أنتو الشمس اللي إحنا لما بنيجي بنرسم كده الشمس العادية لما بنرسمها بأيدينا بنعمل لها كذا شعاع كده إيه من الأفق من اليمين لغاية الشمال بنفضل نملاها كده عشان تبني إن دي شمس إن بارح كانت كده إن بارح كانت أشاعة متساوية كده فوق الشمس من أول لحظة ظهرت فيها عشان كده أنا وإحنا مع بعض قلت يا جماعة النهاردة الشمس من البداية مستبعدة خالص الشعاع باين بطريقة عجيبة شمس مبارح كانت فعلا شكلها هادي درجة الحرارة ما كانتش عالية شكل القرص نفسه مريح لكن الشعاع باين من البداية وهو أهم حاجة في موضوع الشمس إنها تخرج بدون شعاع والسنوات اللي فاتت إحنا كنا بنشوفها شمس قرص أبيض خرجة من غير شعاع كانت بتبقى واضحة جدا الكلام ده بالنسبة لي ما حصلش السنة دي بقوة غير يوم 24 رمضان اللي هي الليلة الزوجية لكن في الآخر إن شاء الله لما هنجمع النهاردة بإذن الله يعني احتمال النهاردة أو بكرة نجمع الفيديوهات ولو لقينا إن ليلة 24 فعلا هي الليلة اللي إحنا بنتكلم عليها إن شاء الله هقول لكم على يعني مفاجأة أو سرد كده من بعيد مش هذكره قوي هنتطمن إن هي فعلا كانت ليلة 24 لكن أنا الله أعلم معرفش يعني لو حصل فعلا وكانت هي هقول لكم على الموضوع ده ما كانتش هي يبقى إحنا يعني يبقى أنا لأ مش هتكلم في الموضوع ده خالص لكن إن شاء الله والله أعلم خلاص طبعا إحنا من حقنا دلوقتي نقول اللي إحنا الليلة اللي شكين فيها خلاص الحمد لله آخر ليلة قيام ليلة مبارح اللي إحنا بنشوف الشمس بتاعتها النهاردة وربما تكون هي الله أعلم لكن الشمس لسه ظهر دلوقتي زي ما أنتم شايفين فيه غيوم مغطية للسماء تماما الغيوم اللي هي مغطية الشمسي خالص بدأت تظهر تمام بين أن هي قوية يعني هي ارتفعت قوي كده لو بتلاحظوا أن احنا عاملين علامة مع بعض للموضوع العمود الكهرباء الضغط العالي هي دلوقتي المخصود أنها عدته القرص شكله برضو مريح طلب مني بعض المتابعين كتير قالوا لو عايزين تصوير للشمس في أيام غير رمضان خالص بحيث أن احنا نقارن ما بينهم وبإذن الله ننويه تعمل الموضوع ده إن شاء الله الشمس اللي بينا النهاردة يا جماعة مع أن احنا آخر يوم شكلها سبحان الله يعني الغيوم غطت الدنيا لكن شكلها مفيش شعاع عشان كده بيقول لأ ده احنا الآخر يوم لازم من أول يوم لآخر يوم نقدر نتابع يعني الشمس قوية آه لكن الشعاع بتاعها مش موجود يعني أنا شايف ان ما فيش شعاع بين للشمس عشان كده بنقول يا جماعة منقدرش نحدد من يوم 21 لغاية آخر يوم لو عندنا 30 يوم الشمس ارتفعت قوي النهاردة كده الإضاءة بتاعتها عالية جدا لكن القرص أبيض مش شايف شعاع يعني أنا مش شايف شعاع يسكر احتمال تكون الغيوم هي اللي مدارية للشعاع في يا جماعة شعاع هو لو تلاحظوا بقى أن بدأ الشعاع يظهر نحية في اليمين لو نلاحظ بقى كده لو بصنا لفوق الشعاع بقى بينهم يعني مش شعاع واحد ولا اثنين ولا تلاتة خلاص الشعاع بقى الكبير كده تقريبا والله أعلم أن هي خرجت من المنافسة لأن الغيوم وشدة الغيوم اللي احنا شايفينها أكيد كانت شايلة لأي نعكاس آه ما كانش فيه نعكاس على السحب لكن كان ممكن لو ما فيش غيوم يبقى فيه نعكاس على الزرع قدامنا زي ما بيظهر كل يوم لكن لما هنحط بقى الفيديوهات جنبا بعض هتباني اللي هي فيها شك النهار ده كده خداعتنا الأول الشمس يمكن عشان الجو ولكن كده برا المنافسة لأن هي أنا بالنسبة لي يعني الشمس يومها بتقعد ممكن تدخل في ساعة زي ما قلت لكم أوقات كنت بتابعها فبتقعد ساعة أعتقد أن احنا كده نقفل الفيديو لأن خلاص الشوعة عملا الدنيا وإحنا زي ما بنقول في التلت ساعة في مقدار الرمحين بكده يبقى انتهى شهر رمضان الكريم على خير بالنسبة لي قيام الليل وتحري ليلة القدر ليوم تلاتين رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا الأعمال الصالحة سواء يعني قيام أو صيام أو صدقة وطبعا النهاردة إن شاء الله يوم الزكاة وأنا كنت عايز أتكلم في الموضوع ده النهاردة بخصوص موضوع الزكاة لناس كتير أنا مش عارف إيه موضوع السنة دي حتى في الدين يعني حتى في الدين الناس اختلفت بطريقة عجيبة قوي وبشوف ناس ملتزمين وزي ما يكونوا شمتنين يعني عشان خطر السنة دي بعض الفتاوي قالت يجوز إخراج زكاة الخطر مال وفي حاجة غريبة احنا داخلين على توقيت ربنا يسلم يعني أنا بقول الناس تتمسك قوي لأن احنا داخلين على توقيت وبيجري بسرعة قوي الناس بدأت تتنازل عن حاجات كتير أنا كان دايما لما حد يقول لي حد من المقربين جدا وملتزم برضه كان بيقول لي يعني أنت يجوز وبعض العلماء وبعض الفقهاء بيقول نخرجها مال فكنت بقول له حاجة بسيطة قوي 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 يعني مش محتاجة لعلم ولا فتحة ولا كلام من ده كنت بقول له أنت عندك بقيت السنة كلها تطلع فيها صداقات عندك بقيت السنة عندك زكاة مال زكاة الذهب زكاة الزروع عندك مواضع للزكاة مختلفة كماما ربنا سبحانه وتعالى جعل في كل مناحي الحياة معظمها زكاة عندك زكاة مال فأنت بتيجي تطلع يعني كام على بعد في رمضان يعني احنا مثلا بتيجي في رمضان النبي عليه الصلاة والسلام قال للزكاة تطلع كذا 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 تقول لي أصدفي محتاج أقولك المحتاج ده ادي له صدقة طلع له صدقة يعني محتاج فلوس طلع له بها صدقة لكن هو الوقت ده أنت هتودي له مثلا رز هتودي له مكرون هتودي له دقيقة هتودي له حاجات اللي أنت بتاكل منها زيبيب أيا كان الوضع العام بتاعك أنت فبتطلع زيه فمصر مثلا هنا 15-20-25 اللي المتوسط حسب ما دار الإفتاء بتقول أو بتحدد فحيكون بيتك مثلا فيه 3 أفراد 5-7 هتلاقي نفسك بتدفع مثلا على الـ 15 أو على الـ 20-150-160 جنيه فالمبلغ لا يذكر فمنسبش الأصل في دفع الزكاة عشان خطر مبلغ صغير زي ده يعني هد بهم حاجات زي ويطبق السنة بحي زفرها لأن انت اسمها زكاة فطر وزكاة الفطر اتخصصت كده فانت شايف الشخص ده محتاج طلع له زكاة فطر وتصدق انت كده كسبت من اللحيتين طبقت السنة وتصدقت لكن ما نلعبش في النقطة دي وهي كده هي زكاة فطر قدرها بسيط نطلعها بالقدر اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه في جائحة وفي مشكلة وما هو اللي عنده الجائحة دي قاعد في بيته وعايز يأكل ويشرب فالاكل والشرب بأولى بيه هيروح يجيب مثلا من هدوم للعيد مابش حد بيطلع يا جماعة يعني انتوا عكستوا الأمور وجايين في السنة الوحيدة اللي فيها جائحة وفيها مشكلة والناس كل همها الأكل والشرب بس لأنه قاعد في البيت وتقول لي طلعها مال طيب نفترض انت طلعتها مال وراح الشخص ده مثلا شحن بيها تليفون راح جاب بيها أنا آسف يعني ربنا يعفو عن الجميع راح جاب بيها سجاير لا يعني روح انت حطها في الباب اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه اللي هو أمر بيه ربنا سبحانه وتعالى انه هو إلا وحي نيوحة زكاة الفطرة تطلع حبوب تطلع دقيق تطلع زي ما تقال طلعها انت مش هتطلع زكاة بألفين جنيه ولا بعشر تلاف جنيه والزكاته ضخمة قوي كده ومثلا يعني داخله كبير فبيطلع مثلا الزكاة الفين ولا تلاتة الراجل اللي بيبقى كده ده مش محتاج ان هو يروح يدفعها فلوس هو ممكن يطلع الالفين والتلاتة دول زكاة فطر على السنة حبوب ويدفع زيهم صدقات واهل الخير كتير وبنشوفهم بيعملوا خير كتير في رمضان جدا وناس بتتبح وبسم الله ما شاء الله يعني لان يا جماعة تطبيق السنة تطبيق السنة يوم واحد بيغني الارض كلها سبحان الله يعني تطبيق السنة تعيد الاضحى مثلا الدنيا كلها بتاكل بتاكل لحمة بتطبيق السنة واحدة يوم واحد شوف الخير بيعم قدي تخيالوا احنا لو طبقنا السنن كما قال الله سبحانه وتعالى وامرنا بيها النبي عليه الصلاة والسلام الخير هيعم الارض كلها بمسلم وغير مسلم نطبق كل السنن بلا استثناء يعني كل السنن بلا استثناء ايا كانت بسيطة هتلوى الخير يعم في الدنيا كلها فأنا رأيي الشخصي انها هتطلع حبوب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال معترض قوي يعني فك الكيس زي ما احنا بنقول وطلع صدقة بنفس المقدار لو انت يعني معترض قوي على السنة ومعترض قوي على الاجماع ومسك لي في رأي احد الفقهاء ورأي واحد بس منهم فمحدش يغير يا جماعة نصيحة محدش يغير لله انا كنت بناقش بناقشني ده ومصمم يدفع فلوس بس معرفش ليه بيستسهل بقى الشيطان يعني لازم كده يدخلنا في سكة تاني يقول لي اصلي فيه رأي الفقهاء طب انا اسيب رأي الاجماع واخد رأي واحد من الفقهاء رأي مثلا شاز الرأي الشاز ده اخده امتى لما كون مضطر مضطر خالص يعني ما قداميش حل غيره فاخد الرأي ده لكن قدامي الامر ميسر كلها امتين جنيه على بعضه ومية وخمسين جنيه ولا فيه ناس بتدفع سبعين تمانين جنيه يعني هو وعيلته مثلا واحد متجاوز وعنده طفل واحد لو زود ودفع عشرين وخمسة وعشرين دفع خمسة وسبعين جنيه فما تقوليش بقى انت يعني اروح ادفعها فلوس لا ادفع الخمسة وسبعين فلوس وادفع الخمسة وسبعين حبوب يا بقى انت استفدت من ناحيتين الحقوا نفسكم من لما طلعهاش والصح كمان وده اللي انا بعمله الصح ان انا بستنى اخر يوم زي النهاردة واستنى الافطار يعني استنى افطر المغرب لان هي زكاة فطر لربما اعمل اي غلطة النهاردة كده ولا كده اللي ربنا هيغفر لي به ويسامحني على تقصير اللي انا قصرته زكاة الفطر اكمل صيام اخر يوم اللي هو النهاردة افطر خلص كده انا انتهى الشهر انتهى صيامه انتهى قيامه ابتدي بقى اطلع الزكاة بتاع دي ما طلعهاش قبل يابت 3-4 يمه اقولك اضمن نفسي فيعني رأيي حبيت اقولهلكم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يصلح حوالنا جميعا ويدلنا على الخير بكده يبقى فيديو النهاردة انتهى على خير ان شاء الله وما تنسوش كسرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير